معي عبر زوم الآن لقاء مهم جداً مع واحد من النجوم الكبار باسكال تسوبل بولو واحد من اللاعبين الكبار في منتخب السويسرا حاليس مارما منتخب السويسرا وبازل وفولهم وبايل ليفاركوزن السابق ومدير مدحف الفيفا الحالي يا فندم مشرف ومنور سعيد جداً بتواجدك معايا بالتأكيد عايز ألك في البداية على فوز المنتخب السويسري اليوم على المنتخب الإيطالي يبقى منتخب إيطالي حتى هو أضعف أحواله هو اسم كبير في تاريخ كرة القدم العالمية وبالتأكيد فوز مهم للمنتخب السويسري اليوم نعم بالطبع أنا سعيد لفوز السويسرا على إيطاليا هل كنت بتوقع النتيجة دي النهاردة هل كنت بتوقع أن السويسرا هتكون أفضل بالشكل ده عن المنتخب الإيطالي أنا أتابع المنتخب السويسري والمنتخب يتطور وفي هذا الوقت قد أدينا أداء رائعا أداء مذهل كفريق وخصوصا في منافسة كاليورو أو تصفية مهلك أس العالم بقيادة موراتيكين وجهازه الفني يؤدون أداء رائعا مع الفريق والفريق يتجوب جيدا معه ومع الجهاز الفني الجهاز الفني لا يفكر إلا في كرة القدم الآن قد بنوا فريقا قوي جدا فقط ما أستطيع أن أقوله أن الأداء كان مذهلا في هذه المباراة ضد إيطاليا كانت نتاجا لما حققوه في مرحلة المجموعات لم يكن مفاجأة سويسرا أظهرت روح الفريق بشكل رائع بشكل مذهل وكيف تتعامل مع المواقف بشكل جيد سويسرا الآن هو فريق متطور فريق رائع وأنا أتطلع كثيرا للمباراة القادمة لسويسرا هل تطاقع أن سويسرا قد تصل لنهاية البطولة ولما لا يتفوز بالبطولة في النهاية ولا الأمور هتكون صعبة هو صعب طبعا صعب ولكن هذه هي كرة القدم يجب أن أقول في أي منافسة وخصوصا منافسة كهذه بطولة مجمعة لا يوجد حدود لتوقعات فكل فريق قد أظهر مستوى رائع وقد أظهرت بعض الفرق الصغيرة أنه لا يوجد حدود للطموحات فبالتالي أنت الفوزت على بطل أوروبا سابقا فبالتالي لا يوجد أي حدود أن تصل قبل النهائي أو تصل للنهائي وتفوز على أي خصم لا يوجد فريق مسيطر على أوروبا الآن الفريق قد أظهر شخصية رائعة وأظهر أداء مذهلا بشكل عام شاف اليورو هذا العام بطولة قوية أم لم تظهر قوة بعد يجب أن أقول أنها بطولة مثيرة للاهتمام لدينا فرق قادمة فرق تتطور لم يكن متوقعا ما حدث في دور المجموعة ربما ليس لديهم أفضل اللاعبين ولكن روح الفريق قد ظهرت قد أظهروا لعبا رائعا لعبا هجوميا رائعا نحن ننتظر المزيد من اللاعبين الشباب لنراهم وليصبحوا في المستقبل أكبر الأسماء في أوروبا خصوصا في هذه البطولة بالنسبة لي هذه البطولة حتى الآن جديرة بالمتابعة والتحليل وسنرى فرقا رائعة خلال دورة الثمانية من في رائعك بعدما شاهدت من مباريات المرشحين الأبرز للفوز بهذه البطولة في البداية أنا بالطبع الجميع يفكر وأنا طبعا كذلك في إنجلترا إنجلترا هي منتخب قوي ولديها دوري قوي جدا فبالتالي إنجلترا ولكن إنجلترا في مرحلة المجموعات لم تظهر هذا الوجه القوي وخصوصا الآن أمام مباراة سولوفاكيا لا نعرف ماذا سيحدث فبالتالي سأتابع كيف ستسير المباراة وهل ستتحقق التوقعات لأن التوقعات عالية في إنجلترا بالطبع أيضا فرنسا فرنسا لديها حظوظ قوية لديها العديد من اللاعبين الرائعين والأسماء الكبيرة ولم يحققوا أيضا ما توقعه الجميع في مرحلة المجموعات ولكن أسبانيا اسم كبير وقد أظهروا كرة قدم رائعة في مرحلة المجموعات يلعبون بتيكي تاكا الطريقة المميزة لديهم وقد أثبتوا عندهم فريق قوي جدا ومن الصعب أن تواجههم وأن تؤدوا وأيضا رأينا البرتغال ولكن ما رأيناه أمام جورجيا كان مخيبة للأمال لأن منتخب جورجيا قد أدى مباراة رائعة ويلعبون كرة هجومية رائعة فبالنسبة لي قد حققوا نتائج رائعة ولكن أسبانيا هي المرشح الأبرز وبالطبع النمسا قادمة بقوة كلنا شاهدنا أداء النمسا في مرحلة المجموعات وكيف يفوزون كما فعلت سويسرا بالطبع أمام ألماني فبالتالي مرحلة الأدوار النهائية لا حدود لها يمكنك أن ترى يمكنك الكثير من المنتخبات يجب عليك أن تكون مستعدة لأي منافس ولهذا هذه البطولة المفضلة لي أنا أحبها كثيرا النسخة الحالية باسكال تسوبر بولر حارس مرمى منتخب سويسرا وبازل وفولا مباي ليفر كوزين السابق ومدير متحف الفيفا الحالي أنا أشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم